دخل عمال مركز التكوين المهني خلال دي محمد بخمس مليانة في إضراب عن العمل اليوم الثالث على التولي رافعين عددا من المطالب المهنية المشروعة نطالب بهيئة تفتيشية أو تحقيق وهذا ننورها بحقائق المتمثلة في عدد كراسي قليلة بالنسبة للمطاربشين ومكسرة آلات كذلك وجود وراشات بدون استعجر لمدة سنتين مغلقة منها التدفئة المركزية نطلب من سيد الوالي وولاية عين دفلة ووزيرة التكوين المهني تحقق تحقيق معمق في الحقائق المزيفة التي أعطاها لهم المدير نحن نطالب وولاية عين دفلة ووزيرة التكوين وثقتنا فيهم كبيرة بلي حيلبوا المطالب بتاعنا يجووا يشوفوا صوالح كي لا نقدروا نقولهم مدير مركز التكوين المهني بخميس مليانة رد على انشغالات العمالة رواتب الشهرية هي على مستوى الخزينة خزينة وولاية عين دفلة وستدفع في أقرب الأجل الممكنة في انتظار تحرك الوصاية يبقى مطلب العمال إفاد لجنة تحقيق لمركز التكوين المهني بخميس مليانة كي تجي الوزيرة ولا الولي ولا لجنة تبتيش كان أشيئنا قدروا نقولهم